دكتور محمد لماذا كل هذا الإصرار من جانب الرئيس التركي وحزبه على إعادة الانتخابات وأيضا الطعن على نتيجة الانتخابات في إسطنبول حتى الوصول إلى ما تم التوصل إليه اليوم في الحال عدد من الأسباب الرئيسية السبب الأول أن مدينة إسطنبول هي مدينة مركزية في الحياة السياسية التركية حزب العدالة والتنمية في الحقيقة مفتاح وصوله إلى السلطة لم يكن أبدا عام 2002 حينما فاز في الانتخابات البرلمانية ولكن ارتبط بعام 1994 حينما فاز رجب طيب أردغان نفسه بهذه البلدية وهو يعي جيدا أهمياتها هي فيها ما بين 10-15% من كتلة الناخبين ومن ثم من يستطيع أن يسيطر على هذه البلدية يكون لديه قدرة كبيرة على أن يكون مركز الضوء في الحياة السياسية التركية أن يقدم خدمات تساهل في دعم شعبيته ومن ثم يدفعه ذلك إلى الترشح إلى مناصب ربما أهم كثيرا لذلك البعض رشح أكرم إمام أغلو إلى أن يلعب أدوارا رئيسية في الحياة السياسية خلال السنوات المقبلة البعض حتى رأى أنه قد يكون المنافس الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية المقبلة أيضا المدينة مهمة جدا من الناحية الاقتصادية والدليل على ذلك أن هناك رجال أعمال في الحياة لعبوا أدوارا مهمة لصالح أكرم إمام أغلو البعض يرى أن البعض منهم حتى يرتبط بحزب العدالة والتنمية لأنهم تضرروا من سياسات الحزب الاقتصادية ومن ثم المدينة ترمز إلى أهمية الحياة السياسية في تركيا أيضا لديها ثقل سياسي مهمة فضلا عن أنها في الحقيقة هي المدينة الأهم في تركيا ليست أنقرة على الأطلاق مركز صنع القرار لازال يرتبط بمدينة إسطنبول ومن ثم من يسيطر على مدينة إسطنبول ربما هذه مقولة قالها الرئيس التركي وهي صادقة إلى حد بعيد من يسيطر على مدينة إسطنبول يسيطر على تركيا ومن يخسر إسطنبول يخسر تركيا لذلك كان هناك إصرار تركي على الفوز بهذه النتيجة وربما هذا حتى ما دفع بن علي يلدرم إلى إعلان فوزه في الانتخابات قبل حتى إغلاق الصناديق ثم تأجيل إعلان فوز أكرم إمام أغلو ثم محاولة الإشارة إلى أن كان هناك عمليات تصوير ثم الدعوة إلى إعادة الفرز ثم حتى الآن تقديم ما يقول حزب العدالة والتنمية والتنمية أنه يثبت أن هذه الانتخابات لم تكن نزيهة وفي الحقيقة المؤشر الرئيس الذي يستخدمه حزب العدالة والتنمية في هذا الإطار ربما يرتبط بأن بعض بطاقات الاقتراع لم تكن ممهورة بخطة اللجنة العليا للانتخابات ولكن في الحقيقة هذا يثبت أن هناك محاولة لحزب العدالة والتنمية إلى أبطال هذه الانتخابات حتى لو بطريقة في الحقيقة ليست شريفة لأنه كان المعارضة لديها في الحقيقة انتقاضات واسعة لأداء هذا الحزب في الانتخابات الرئاسية الماضية في الانتخابات البرلمانية في الاستفتاء على الدستور المعارضة قدمت آلاف الطعون فيما يخص أن هناك بطاقات لم تكن ممهورة بخطن اللجنة العليا للانتخابات وحزب العدالة والتنمية أصر واللجنة العليا للانتخابات مررت مثل هذه الأمور والآن تعيد الانتخابات بسبب هذه المسألة في رأيي هذا يدل على أن هناك محاولة غير شريفة للسيطرة على هذه المدينة وربما اللفظ الأهم الذي يستخدمه أكرم إمام أغلو في هذا الإطار أنها خيانة الحقيقة هي خيانة للدولة خيانة لقيمها خيانة للديمقراطية التركية وتثبت أن النظام التركي في الحقيقة أبعد ما يكون عن أي قيم ترتبط بالديمقراطية على الإطلاق اشتركوا في القناة